أطلقت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التعداد العام للمنشآت الاقتصادية للعام 2018 وبحسب النتائج التي أعلنت في مؤتمر صحفي فإن عدد المنشآت الاقتصادية تجاوز 309 ألاف منشآة وسجلت العاملة منها نسبة 85.5% مع وجود 23.1% منها منشآت خالية كما أظهرت النتائج أن العاصمة استحوذت على جزء أكبر من المنشآت العاملة وأقل حصة لمحافظة الطفيلة في حين جاءت قطاعات التجارة الداخلية والخدمات والصناعة من أكثر القطاعات المشغلة للمنشآت العامة وأن الجزء الأكبر من هذه المنشآت رأس مالها لا يتجاوز 5000 دينار وتم تأسيس الجزء الأكبر منها بعد العام 2000 وعدد موظفيها لا يتجاوز الأربعة موظفين هو الرابع الذي تجريه دائرة الإحصاءات العامة للمنشآت الاقتصادية الذي يهدف إلى توفير بيانات ذات جودة عالية عن المنشآت الاقتصادية القائمة وشملت تعداد جميع المنشآت الاقتصادية الخاصة باستناء المنشآت الحكومية والعسكرية والحيازات الزراعية سواء المنظم منها أو غير المنظم التي تم تغطيتها في التعدادات الزراعية ترجمة نانسي قنقر